السلام عليكم متابعي قناة HD فيلم الكرام من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه ما تنسوش الدعاء لإخواننا اللي تحت الحصار ربنا يسبتهم وينصرهم ويرحم شهدائهم وبيبدأ فيلمنا في ماليزيا بخابر صحفي بيقول إن الشرطة لسه بتحقق في وفاة رجل الأعمال تادوى اللي وقع من بلكون يتمكتبه وبتقول الصحيفة إن زوجته هتطلع تاني يوم في لقاء صحفي وهتديهم معلومات عن اللي حصل وبتنهي كلامها بإن القضية مصنفة على إنه هو اللي أنهى حياته لإنه مفيش أي أدلة تثبت العكس وفي نفس الوقت ده بنشوف داتين زوجته وهي بتدي ظرف للمساعد بتاعها وبتطلب منه يعرف كل الناس الحقيقة وبتخلي بنتها تخرج معاه وبتقفل باب القضى عليها وبتبدأ تجمع فلوسها ومجوهرتها وهي خايفة وفجأة الكهرباء بتفصل وبتسمع صوت صراخ برة وفي الوقت ده الباب بيتفتح وبتشوف بنتها حياتها منهية بطريقة وحشية وبيدخل المساعد وهو مصاب وبيكون واضح من نظراته إنه ملبوس من روح شريرة وأول ما بيقع على الأرض وبيفقد حياته داتين اللي بتكون مستخبية في الدولاب بتطمن لكن بعدها على طول بتتصدم لما بتلاقي دم منازل عليها من فوق ولما بتبص جنبها بتتصدم بوجود شبح لسيدة شكلها مخيف وبعد فترة بنشوف بنت اسمها راملة وهي رايحة مع جوزها وأولادها لبيت تان والدها وبنعرف إن والدها يبقى أخو تاد والصغير وبنلاحظ إن ده برضو نفس البيت اللي شفنا فيه الشبح وأول ما والدها بيشوفها بيتبسط بوجودها هي والأولاد لكن أول ما بيشوف حمدان زوجها بيتدايق وبيكون واضح إنه ما كانش موافق على جوازهم من بعض ولما بتلاحظ راملة إن والدها متدايق من وجوده بتحاول تلطف الجو بينهم وبتقوله إنه فتح شركة خاصة بيه وقريب جدا هيكون رجل أعمال مشهور وبعد كده بنشوف سيف ابنها وهو داخل لقودة جده ولما مارينة أخته بتشوفه بتطلب منه ما يعملش كده لإن جده حذرهم السنة اللي فاتت بإن محدش يدخل لقودته نهائي لكنه ما بيهتمش بكلامها وبيدخل برضو ولما بتدخل وراء علشان تخرجه بتلاحظ وجود صور كتير لجدها مع تد وودتين وفي نفس الثانية دي بتلاحظ في انعكاس الميراية إن في حاجة مخيفة وقفة وراها لكنها لما بتلف علشان تشوف إيه ما بتلاقيش حاجة وبيظهر سيف وقتها وبيخوفها بهزار لكن بسبب ده بتقع على الأرض وبتتكسر المزهرية الموجودة على التربيزة ولما بتدخل والدتهم على الصوت وبتشوف اللي حصل بتتعصب على سيف وبتقوله إنها حذرته أكتر من مرة ما يدخلش هنا لكنه عنيده ما بيسمعش الكلام وبتروح بعدها تجمع الورد من على الأرض وهي بتفتكر لما كانت طفلة وشافت والدتها وهي بتتخانق مع والدها وبتقوله إنها مش حابة تكون معاه وعاوزة تطلق وفي الوقت الحالي بيدخل والدها للأوضة وبينهر أول ما بيشوف المزهرية مكسورة وبيقول لها إنها الذكرى الوحيدة اللي بقياله من والدتها وبالليل على العشاء بيطلب سيف منه يغنيله أغنية وعلى الرغم من حزنه بيوافق وبيغنيله أكتر من أغنية جدته كانت بتحب تغنيها وبتفتكر راملة في الوقت ده ذكريات لوالدتها وهي بتغني وبتفتكر لما والدها قال لها إنها تخلت عنهم وثبتهم ومشيت وبعد ما بيخلص الجد الأغنية بيسأله سيف لو كان مفتقد جدتهم لكن مارينة وقتها بتقاطع كلامه بعصبية وبتفكروا إن والدتهم طلبت منهم ما يتكلموش عن الجد ده خالص وبتفتكر راملة وقتها لما شافت والدتها مسق قطعة إزاز من مزهرية مكسورة وبتهدد والدها بإنها هتخلي يندم العمر كله ومش هتخليه عيش يوم واحد سعيد في حياته ولما بتفوق من ذكرياتها بتنادي على أولادها وبتطلب منهم يطلعوا الأواضهم وبعد كده بتتكلم مع والدها وبتطلب منه ما يتكلمش مع أولادها عن والدتها مرة تانية لإنها بتكرهها ولما بتفكروا إزاي كانت بتعاملوا وبتهينوا بيقول لها إنها في النهاية والدتها لكنها بتعترض على كلامه وبتقوله إنها ما تستحقش تكون أم لإنها تخلت عنها في أكتر وقت هي محتاجها فيه وعند مارينة بنشوفها وهي بتستعد للنوم وبتلاحظ وقتها إن واحدة من اللعب الموجودين في الأوضة بتبصيلها لكن بتقنع نفسها إن دي أوهام وبتغطي وشها علشان تنام لكن في نفس الثانية الأباجورة بتطفي وبتشتغل لوحدها وبنشوف الكرسي اللي في الأوضة وهو بيتهزل وحده ولما مارينة بتسمع صوته بتصرخ بصوت عالي لكن بيظهر سيف وقتها فبتهدى وبتقنع نفسها إن هو اللي كان بيعمل كده علشان يخوفها ووقتها سيف بيديها تليفون زي اللي معاه وبيطلب منها تتواصل معاه في أي وقت تبقى خايفة فيه وهو هيجي يحميها وفي وسط كلامهم الأباجورة بتطفي لوحدها ولما بيقولوا لولدهم ووالدتهم إن في حد معاهم في الأوضة بيضحكوا على كلامهم وبيقولوا لهم إن الأباجورة بازت عادي زي أي حاجة بتبوز وبيوعدهم والدهم إنه هيشتري لهم واحدة جديدة والتاني يوم بيروحوا كلهم مع بعض للشاط وهناك والد راملة بيقول لها إنه سامح والدتها من زمان على اللي عملته لأنه كان بيحبها بجد وبيطلب منها تسمحها هي كمان لكنها بترفض وبتقوله إنها مش هتقدر تعمل كده وفي نفس الثانية دي بنشوف سيف وهو واقف في مكان بعيد عن والده وبيستكشف المكان بالتليسكوب اللي معاه وبيتصدم وقتها لما بيشوف الشبح وبيقع التليسكوب منه ولما بيميل علشان ياخده بيتصدم بالشبح واقف قدامه وفي الوقت ده مارينة هي كمان بتصرخ بصوت عالي ولما بتروح والدتها لمكانها بتتصدم بطيور كتيرة مرمية على الأرض وبتنزف وأول ما الجد بيشوفهم بيتعب وبيفقد الوعي وفي نفس الثانية دي بتشوف راملة سيف وهو واقف على صخرة عالية وبتشوف الشبح واقف جنبه لكن في ثانية واحدة كل حاجة بتختفي وما بتقدرش تشوف سيف ولما بتروح تدور عليه هناك بتلاقي التليسكوب واقع على الأرض لكن ملوش أي أثر ولما بيبلغوا الشرطة عن اللي حصل وبتوصف لهم شكل الكائن المخيف اللي شفيته ما بيكونوش مقتنعين بأي حاجة من كلامها وبيقولولها إن أعصابها تعبانة ومحتاجة تهدى وبيوعدوها إنهم هيعملوا كل اللي يقدروا عليه علشان يرجعوه وبالليل بنشوفها وهي نايمة على الكرسي تحت على أمل إن ابنها يرجع وفي الوقت ده بتسمع صوت من فوق ولما بتطلع لهناك في حاجة سريعة بتعدي من جنبها وبتختفي بسرعة من غير ما تعرف هي إيه ولما بتدخل للمطبخ ما بتلاقيش أي حد هناك لكن فجأة الكهرباء بتفصل وبتسمع ابنها بينادي عليها وبيقول لها إنه خايف ولما بتمشي تجاه الصوت بتسمع صوت خبط على الأرض وبتشوف خيال على الحيطة لحد موجود في المكان وفي نفس الثانية بتسمع صوت ابنها وهو بيعيط وبينادي عليها من الأوضة اللي فوق وعلشان كده بتطلع لهناك بسرعة لكنها ما بتلاقيش أي حد هناك برضو وبتلاحظ وقتها إن اللعبة بتاعتها لما كانت طفلة شغالة لوحدها وبتروح تطفيها وهي خايفة وقبل ما تخرج بتقرر تطفي الأباجورة هي كمان لكنها أول ما بتلمسها بيظهر لها شبح السيدة اللي ظهرت ليدتين وبتمسك إيديها وعلشان كده بتصرخ بصوت عالي ولما حمدان بيطلع للأوضة وبتحكي له اللي حصل بيقول لها إنه مفيش حد هنا وإن دي تهيوئات والتاني يوم بنعرف من الأخبار إن الشرطة قررت تبعد فريق بحث عن جسد سيف في الشط على اعتقاد إنه غرق من غير محد ياخد باله وفي نفس الثانية بيودع حمدان زوجته وبيعرفها إنه هيروح يدور على ابنهم في الغابات مع القرويين وبيقول لها إنه متأكد من إنه لسه عايش وهيلقوه في أسرع وقت ولما بتروح رامل الوالدها المستشفى بتعرفها الدكتورة إنه سبب تعبه هو إنه بيعاني من فقر في الدم وعلشان كده هيفضل معهم فترة ولما بترجع لبيتها بتروح تصلي وهي منهارة وبتفضل تدعي كتير إنها تلاقي ابنها وفي نفس الثانية بتسمعه برضو بينادي عليها من قوضة والدها ولما بتدخل لهناك بتسمعه بيقول لها إنه هنا لكنها مش شايفة وعلشان كده بتدور عليه في كل مكان لكن من غير أي فايدة ووقتها بتلاقي شريط فيديو على الترابيزة ولما بتشغله بتشوف فيديو لولدتها وهي بتلعب معاها على الشط وبتفتكر وقتها لما شافت والدتها وهي بتقرأ في كتاب عن السحر وبتكتب تعويز في ورقة بعد ما هددت والدها بإنها مش هتخليه عيش يوم واحد في حياته سعيد وفي الوقت ده الطبعة الموجودة في القوضة بتطبع صور كتير ليها والشبح واقف وراها وفي نفس الثانية بتسمع سيف بينادي عليها من الدولاب وعلشان كده بتفتحه لكنها ما بتلاقيش أي حاجة غير كتب وبتكون لسه هتخرج بيخرج شبح السيدة من تحت الدولاب وبيحاول يمسكها لكنها بتنجح في إنها تخرج على آخر ثانية ولما بتروح لقوضة مارينة بتشوفها وهي بتأكل الطيور بدمها وبيكون شكلها مخيف وعلشان كده بتصرخ بصوت عالي لكن بتدخل مارينة وقتها للقوضة وهي في حالتها الطبيعية وما فيش فيها أي حاجة وبتهديها ولما بيرجع حمدان للبيت بيقول لها إنهم ما لقوش لي أي أثر لكن مش هيستسلموا وهيدوروا تاني وتاني يوم لما بتصحى مارينة من نومها ما بتلاقيش حد في البيت ولما بتخرج بتشوف والدتها جايبة كهنة برة ولما بتسألها هما بيعملوا إيه بتتعصب عليها وبتطلب منها ترجع للبيت لكنها بتستخبى وراء شجرة وبتقف ترائب اللي بيعملوه وفي الوقت دالك هنا بتبدأ تقوص تحضير الأرواح علشان تعرف سيف فين وبتنهي حياة الحيوان بطريقة وحشية وبتبدأ تاكل من جسمه بطريقة مخيفة وبتقول لرملة إن اللي خطف ابنها أخدوا العالم الأرواح ولما بيقول لها مساعدها إنهم نصابين ومش لازم تتعمق في الضور قوي بتهجم عليه وبتاكل من رئابته وهو عايش وبنفهم وقتها إن الشبح الموجود في البيت دخل لجسمها ولما بتلاحظ رملة دا وبتشوف بنتها بتتفرج بتطلب منها تجري بسرعة على البيت وفي الوقت دالك هنا بتتكلم بنفس نبرة سيف وبتقول لرملة إنه خايف لكن بعد كده بتتكلم بنبرة تانية وبتقول لها ما تقلقش وإن والدتها تهتم بيه وبتقع وقتها على الأرض وبتفقد حياتها وبترجع رملة للبيت بسرعة ولما بتتفرج على فيديوهاتها مع والدتها بتشوفها لابسة نفس السلسلة اللي الشبح كان لابسها وبتفهم إنه شبح والدتها هو اللي بيعمل فيهم كده وعلشان كده بتروح لوالدها المستشفى وبتقوله إنه شبح والدتها هو اللي خطف ابنها وبتوري له رسومات والدتها كانت رسمها وبتعرفه إنها كانت بتستخدم السحر الأسود لكن قبل ما تكمل كلامها حمدان بيخرجها برا وما بيكونش مقتنع بأي حاجة من كلامها وعلشان كده بيتعصب عليها وبيقول لها إنه مش محتاج حاجة منها غير إنها تسيبها من التفاهات اللي مقتنع بيها وتهتم بمارينا لحد ما يلاقه سيف وفي نفس السانية دي بتدخل شبح والدتها لقودت والدها وبتنهي حياته بطريقة وحشية والتاني يوم بعد ما بيدفن بتتكلم رملة مع حمدان بعصبية وبتقوله إن ابنها ضع بسببه وبيشده مع بعض في الكلام لحد ما بيسيبها وبيخرج من البيت ولما بيروح لمقر البحث بتلاقي الشرطة التيشيرت اللي ابنه كان لابسه موجود على الشط وعليه أسار دم وفي نفس الوقت ده بيكون مارينا قاعدة حزينة في قضيتها وبيجي لها اتصال من تليفون سيف وبترد وهي مبسوطة لكنها بتسمع صوت واحدة بتصرخ بصوت مخيف وفي نفس السانية الليعب بتاعت والدتها بتتحرك من مكانها وبيتفتح الباب لوحده وبتسمع صوت خطوات بتقرب من قضيتها ولما بتطلع والدتها الفوق بتشوفها وهي واقفة بترتجف من الخوف على السلالم وفي نفس السانية شبح والدتها بيسحبها للحمام ولما بتدخل هناك بتشوف والدتها في البانيو وعلشان كده بتهجم عليها وبتحاول تغرقها لكن وقتها بتكتشف انها مارينا مش والدتها وفي نفس السانية بيدخل حمدان للحمام ولما بيشوف اللي عملته بيبعدها عنها بعنف وبيقول لها انها تجننت وبياخد مارينا وبيخرج ولما بتخرج وراه وبتحاول تشرح له اللي حصل بتتفاجئ بوجود الشرطي اللي بيديها التشيرت بتاع سيف وبيقول لها انه توفى لكنها بترفض تصدق وبتحاول تقنع حمدان بكل الطرق ان فيه شبح في البيت هو اللي اخده لكنه ما بيصدقش اي حاجة من كلامها وبياخد بنته وبيمشي وفي الوقت ده الكهرباء بتفصل في البيت وبتسمع راملة سيف مرة تانية بينادي عليها من القوضة لكنها لما بتطلع ما بتلاقيش حد برضه لكن بيلفت انتباهها في الوقت ده وجود باب سري في البيت ولما بتفتحه بتكتشف ان فيه قوضة في البيت ما كانتش تعرف عنها حاجة وفي نفس الثانية دي بتقول مارينة لولدها ان والدتها مش مجنونة وان هي كمان شافت شبح في البيت ولما بتطلع راملة للقوضة بتتصدم بوجود جسة والدتها هناك وبتشوف صور هناك لعمها وزوجته اللي تخطفت وما حدش يعرف عنها حاجة وفي نفس الثانية شبح والدتها بيظهر وبيدخل لجسمها وبيتشوف راملة وقتها ذكرى لولدتها وهي بتتهم والدها بانه بيمارس السحر الاسود ولما اعترف بدا قالت له انها هتاخد بنتها وهتمشي لانها مش هتسمح بان عيلتها تكون من عبدة الشياطين لكن قبل ما تعمل كده هجم عليها وضربها لحد ما فقدت الوعي وبعد كده نقلها للقوضة وقدمها قربان للشيطان واتفق معاه انه هيقدم له كل فترة قربان لشخص من دمه وعلشان كده انهى حياة اخوه ومراته ولما راملة بتفوق من ذكرياتها بتفهم ان الشيطان دلوقتي بقى متجسد في شكل والدتها وفي نفس الثانية بتشوف سيف فاقد للوعي وبيظهر لها الشيطان في نفس الثانية على هيئة سيف وبيطلب منها تكون سيدة لي وتقدم له قربين من دمها وهو هيكون في خدمتها لكنها بترفض وبتردد نفس كلام والدتها لما قالت انها استحالة تسمح بان عيلتها يكونوا من عبدة الشياطين وبتدخل مارينة وحمدان في الوقت ده للقوضة لكن الشيطان بيكون خلاص دخل لجسم راملة واول ما بتشوف حمدان بتهاجمه وبتحاول تخنؤه لكنه بيقدر يتغلب بتلاوة القرآن وبينجح في انه يخرج الشيطان من جسمها لكن لما بيحاولوا يخرجوا من البيت البوابة بتتقفل عليهم ووقتها بيقترح حمدان انهم يخرجوا من تحت الباب وبيعملوا كده فعلا لكن قبل ما هو يخرج بيبدأ ينزف من مناخيره وبيفهم ان الشيطان دخل لجسمه وعلشان كده بيطلب من راملة وهو فوعيه تاخد الاولاد وتهرب وبيخلص على نفسه قبل ما يأذيهم وبعد شهرين بنشوف راملة والاولاد وهم بيزوروا قبره وبتقول لهم راملة وقتها انها دايما كانت بتكره والدتها لكن دلوقت اكتشفت انها اكتر حد كان بيحبها وبعد ما بيخرجوا من المقابر وبيركبوا للعربية علشان يمشوا بيشوف سيف الشيطان مرة تانية وبكده هتكون حكايتهم لسه منتهتش وبكده بينتهي فيلمنا النهاردة ما تنساش تدعمنا بلايك وتكتب لنا رأيك في كومنت علشان توصلك كل ملخصات HD فيلم